بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إله كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بهينة للكواتب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشدت خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا زبت بل عجبت ويسفرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسكرون وقالوا إن هذا إلا شحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْنَ عَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحسر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يحدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءدون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاضين فحق علينا قول ربنا إنا لذائكون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب نستركون إنا كذلك نفعر بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكذرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائك العذاب الأليم وما تجهون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أُولَئِكَ لَهُمْ بِذْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ في جنات النعيم على شرر متقابلين يطاف عليهم بتأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين فأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءذون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا كُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتل تغذين وذولى نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكرون منها فمالئون منها البتون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذكيته هم الباطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحفنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقين فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكدون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم طربا باليمين فأقبلوا إليه يدفون قال أتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنونه بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السحي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحت فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تعمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وطرمهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن القادرين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فتذبوه فإنهم لمسترون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعتمون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشتون فتاهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مدين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطله إلى يوم يبعثون فنفذناه بالعراء وهو سقين وأنبثنا عليه شجرة من يقصين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم ألي ربك البنات ولهم البلون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأخوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمسطرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المطلقين فإنكم وما تحددون ما أنتم عليه بفاتهين إلا من هو طالب جحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المطلقين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبقرهم فسوف يبقرون أفبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح منذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبقرون سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر